المريد معلومات أكثر بخصوص ما فات به وتحدثت مع مجموع أيضاً مع تجمع أحنار حوران تفاصيل هذا الاجتماع الذي تحدثت عنه في دولة الإمارات العربية المتحدة من كان حاضر في هذا الاجتماع؟ هل بالفعل هناك تفعيل لغرفة الموق مرة أخرى؟ من هي الأطراف؟ الاجتماع تم قبل أسبوعين استمر لمدة أربعة أيام متواصلة بدولة الإمارات العربية المتحدة حاضر ممثلين عن ثلاث محافظات جنوبية حاضر عشر ممثلين عن محافظة درعة طبعاً هم مقادرة الجيش الأرقل السابقين حاضر أربع أشخاص عن محافظة السويدة وحاضر خمسة عن محافظة القنيترة الدول المشاركة طبعاً يعني الإمارات المملكة العربية السعودية الأردن وفيه يعني مشاركة أيضاً لجمهورية مصر العربية الاجتماعات استمرت على مدار أربعة أيام كان فيه عدة طروحات ويعني كان فيه عدة آراء حول المنطقة الآمنة وكان فيه يعني طرح أنه تبدأ بـ 15 كيلومتر في بعض الجهات أنه تمتد لـ 75 كيلومتر لكن يعني الشيء الذي رشح بنهاية الاجتماعات تم التوافق مددئياً على منطقة آمنة بعمق 35 كيلومتر تم التوافق؟ يعني الأمر أصبح بالفعل هناك اتفاق؟ يعني المجتمعين خرجوا بصورة توافقية على المنطقة بعمق 35 كيلومتر يعني هناك اتفاق بالفعل على إنشاء هذه المنطقة لكن كيف نفهم؟ يعني حتى اللحظة ليس هناك تصريحات رسمية أو حتى تأكيد أو نفي رسمي للجانب الأردن لكن هناك أيضاً مصادر أيضاً أردنية تتحدث لوسائل الإعلام الأردنية وتنفي هذه الخطة بإنشاء منطقة آمنة كيف يفسر ذلك باعتقادك؟ يعني الأردن احنا تعودنا عليها أنه هي من الدول اللي تمسك العصم من الوسط على النظام بشكل كامل ولا كانت منفتحة على الثورة بشكل كامل لكن يعني إذا احنا نرجع لتصريح الملك عبدالله قبل أقل من عشرة أيام لقناة أمريكية وكان خطابه هجومي وأنه يعني درعة والجنوب صار منصة على الميليشيات الزرانية في درعة صحيح؟ الضبط عرفت علي أيضاً بعام 2004 الملك عبدالله هو اللي حذر من الهلال الشيعي ومن قبله المرحوم الملك إحسين ابن طلال يعني أول تصريح اللي هو حذر دول عربية من حكم قم الملك عبدالله بشهر تموز عام 2021 حاول يعني مد يد العون للنظام وعادة رفع العقوبات عن النظام شريطة أنه يتعهد النظام يعني بعدم وجود ميليشيات إيرانية بالمنطقة الجنوبية اتبع الجنوبات من نظام شريطة أنه مليشيات إيرانية بالرحب